السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتعامل مع ملفات الساس ونقوم بتحويلها إلى أكواد سي اس اس عادية إذن سوف نستخدم هذه البلاغن هنا قلب ساس نقوم أيضا بعمل لها انستال إذن نحتاج أيضا إلى أن نقوم بعمل انستال للنوت الساس إذن نعمل كوبي لهذا العمل ونقوم بتنفيذه هنا وبعدها نقوم بعمل import لها الساس أو قبل هذا نأتي هنا على tasks نقوم بإنشاء فايل جديد نسميه styles.js إذن هنا سوف نسمي task بcss هنا ندينا add ودائما لا ننسى استدعاء الدون في آخر الفانكشن وأيضا هنا سوف نقوم بعمل module.export للcss إذن هنا سوف يكون دينا const ثم سوف يكون دينا sas إذن require galp sas وبعدها نحتاج أن نقوم بتحديد ما هو compiler إذن sas.compiler نتركض إذن sas.compiler نعمل require للنوت sas require node sas يعني حتى هذه البلاغين تعتمد على هذه الـ package هنا node sas في أنها تعمل compile code sas إلى code css عادي أيضا سوف نحتاج أن نقوم بعمل import للpath أو مسارات styles إذن هنا سوف يكون دينا styles أيضا سوف يكون دينا source css أو source styles إذن سوف يكون دينا مجلد source ثم سوف يكون لدينا مجلد آآ الـ css إذن بهذا الشكل بعدها نستخدم الغلوبز هنا الملفات يمكن أن تنتهي بطرط css أو يمكن أن تنتهي بـ sas يعني لا مشكلة يمكن أن نتعامل مع آآ سواء الـ css أو sas بعدها سوف يكون لدينا top styles إذن أين سيكون المسار سوف يكون في top ثم سوف يكون لدينا مجلد css لهذا الشكل وأيضا سوف يكون لدينا test آآ سوف يكون لدينا مجلد test أو النسخة النهائية إذن test styles هنا سوف يكون لدينا test ثم css هاتي عبارة عن مجلدات إذن نعملها بهذا الشكل إذن هنا نعمل import styles require إذن سوف نأتي على config ثم نأتي على path إذن سوف نعمل import لل styles هنا أيضا سوف نحتاج إلى أشياء من القلب إذن سوف يكون لدينا source سوف يكون أيضا لدينا test require pug إذن هنا نعمل source ثم سوف يكون لدينا styles ثم سوف يكون لدينا source styles بعدها سوف نقوم بعمل pipe هنا سوف نستخدم الصص لكي يتم عملنا compile لكواد الصص إلى كواد css وبعدها سوف تكون لدينا destination أو نقوم بنقل الملفات النتيجة إلى مجلد إذن نقوم بنقلهم إلى مجلد الطمب أيضا نحتاج إلى أن نقوم بعمل له import هنا نجرب ونرى إذن نحتاج أيضا أن نأتي هنا على gulp file .js نقوم بعمل هنا const css require إذن نأتي على gulp نأتي على tasks ونأتي على styles وهنا أيضا نضيف css هنا فقط نتأكد أن نقوم بعمل module .exports إذن نعمل الآن gulp .t إذن لدينا task html ولدينا task .css إذن لو نعمل هنا gulp .css إذن source is not a function نرى ما هو المشكل إذن المشكل في هذا الملف styles .js إذن هنا لم يتم التعرف على source عفوا هنا gulp وليس bug إذن نعمل gulp .css ثم تنفيذنا task نتأكد الآن لو نأتي هنا على .tomp إذن نلاحظ هنا ليس لدينا هذا المجلد .css أو عفوا هنا لا نقوم بنقله على .tomp مباشرة وإنما سوف نقوم بنقلهم هنا على .stiles ثم .t ثم .tomp .stiles إذن سوف نقوم بنقلهم على هذا المصار وهذا المصار معرف هنا إذن سوف يكون لدينا .tomp بعدها سوف يتم إن شاء لنا مجلد .css ويتم بداخلي وضع لنا الناتج إذن نجرب من جديد نقوم بحذف المجلد .tomp إذن لدينا مشكلة هنا .نرى ما هي المشكلة .نضيف هذا الخيار حتى يتم عرض لنا .نرى هل هناك .أرورس أم لا . .وكي إذن نرى ما هو المشكلة في هذه الجزئية . . . إذن لدينا هنا .source styles .نتأكد من فقط الروابط . نجرب هنا أننا نقوم بحذف أساس .نترك فقط .scss . أظن المشكلة من هنا . . إذن كما نلاحظ هنا تم إن شاء لنا .tomp . 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 وهنا لدينا الهيدرز اه دوت سي اس اس نلاحظ هنا تم عملنا لكود اصاص وايضا هنا نفس الشيء تم عملنا لكود اصاص اذا كانت المشكلة هنا اه نأتي اين اذا كانت المشكلة هنا اه نتأكد اه لا ادري هل يتم عمل لنا اصاص ام لا اظن اظن ان هاته البلاجن هنا هي فقط تقوم بعمل اه كومبايل للملفات التي التي تنتهي بضوت السي اس اس وليس دوت ساس سوف احقيق في هذا الموضوع اه لاحقا اوكي حاليا اه نجعلها فقط السي اس اس و سنرى هذا الموضوع لاحقا اذا بهذا الشكل قمنا بعمل هنا جزئية الستايلز قمنا بتحويل اكواد السي اس اس الى اكواد سي اس اس في الفيديو المقبل سوف نتعامل مع و بعدها سوف نتعامل مع وبعدها سوف نبدأ في عمل بعض الاشياء المتقدمة الاخرى اذا لحد الان كل هذه الاشياء بسيطة جدا جدا الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو نلتقي في شرح جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة